بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد عرضنا في الحلقة السابقة بيان الخطوة الأولى في علاج الزوجة الناشز وهي خطوة الموعظة والتذكير بعواقب هذا الطريق وما ينتظر الأسرة في نهايتها من آلام وأحزان ونبين اليوم أن ما مضى هو علاج ناجع للزوجة التي يغلب في تصرفاتها جانب العقل وحسن الاستماع والرجوع إلى الحق على جانب العاطفة وتقلباتها واستبداداتها والتي يقودها الوهم والخيال بأقوى مما تقودها به قوة العقل والفكر فإذا اتعظت الزوجة وغلبت عقلها على عاطفتها فعلى الزوج أن يعود بزوجته شرعا إلى بيت المودة والرحمة غير أن هناك بعض الزوجات ممن يستبد بهن الفكر الطائش المتعجل وممن يجدن متعة في التمرد ومواصلة العناد ويستنكفن عن الاستماع للنصيحة ويمعن في الخصومة واللجاج ولا شك أن مثل هذه الزوجة لا ينفع معها وعظ ولا تجدي فيها نصيحة وكيف وهي سادرة في السخرية من زوجها ومن نصائحه وتحذيراته وهنا يلفت القرآن الكريم أنظار المؤمنين به إلى نوع آخر من العلاج لا يتعامل مع العقل هذه المرة وإنما يتعامل مع المشاعر والأحاسيس التي كانت سببا في نشوز الزوجة وتعاليها وهذا النوع المتقدم من علاج النشوز هو هجر الزوجة الناشز في المطجع أي في المكان الذي يجمع الزوجين ويأويان إليه معا كل ليلة والهجر في هذا المكان من شأنه تنبيه الزوجة إلى خطر الطريق الذي قررت السير فيه وإيقاظها من هذا الذي ألم بها وزين لها أن كل أسلحة الزوج قد استنفذت في هذه المعركة وها هي تفاجأ بأن أسلحتها تتكسر سلاحا تلو الآخر على صخرة هذا الزوج العنيد الذي أعرض عنها وعن أولادها والشأن في مثل هذا التصرف هو تشجيع الزوجة على تدبر الخطأ الذي انتهى بها إلى ما يمس كرامتها كزوجة وأنوثتها التي تعدها من أمضى أسلحتها ترغيبا وترهيبا في معاملة الزوج وها هنا أمر قد يغفل عنه كثير من الأزواج في هذا التصرف وهو أن الهجر المنصوص عليه في القرآن الكريم هو الهجر في المضجع أي مكان النوم فقط لأنه المكان الطبيعي الذي يثمر فيه الهجر شعورا بالحرمان من الطمأنينة والسكن والأنس الذي يشعر به الأزواج عادة حين يأون إلى مضاجعهم وليس المراد كما يفهم كثيرون أنه ترك غرفة النوم إلى غرفة أخرى أو مكان آخر فهذا تصرف غير مقبول شرعا أولا لأنه تزيد في الدين لم يأذن به الله وثانيا لما يؤدي إليه هذا التصرف من ازدياد الجفوة بين الزوجين وابتعاد كل منهما عن الآخر وهو عكس المطلوب من الأمر الإلهي بتحديد الهجر في هذا المكان تحديدا خاصا فقد تشعر الزوجة وهي تنفرد في المطجع بشيء من الراحة والسكون والخلاص بمن تكره الأمر الذي ينقلب معه العلاج إلى حالة مرضية متقدمة تشد من أزرها وتشجعها على السير في هذا الطريق فإذا فشل هذا العلاج واستمرت الزوجة في تمردها ونشوزها فإن علاجا أخيرا للنشوز للزوج كامل الحرية والاختيار في أن يلجأ إليه أو لا يلجأ في معاملة هذا النوع من الزوجات وذلك قبل أن يتحول بيت الزوجية إلى خراب لا أنس فيه ولا أنيس هذا النوع الأخير من علاج النشوز هو تحديدا ما ورد في قوله تعالى وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَضَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَهَا هُنَا أُمُورٌ عِدَّةٌ لا مفر من بيانها كما وردت بها شريعة الإسلام في قضية الزوجة الناشز وليس كما وردت بها أهواء البشر وانطباعاتهم المرتبطة بتقاليد المكان وعراف الزمان أول هذه الأمور هو أن المقصد من تشريع علاج الضرب لحالة النشوز ليس هو إهانة الزوجة الناشز أو إذلالها أو المساس بآدميتها والقول بشيء من ذلك افتراء وكذب على كتاب الله وشريعته فالغرض الحقيقي من هذا العلاج هو إعادة الزوجة إلى صوابها لتحمل مسؤولياتها إزاء عقد شراكة رضيته ووقعت عليه بالالتزام بما تقتضيه طبيعة هذا العقد من مسؤوليات وواجبات دينية وأخلاقية واجتماعية وتضحيات من أجل حقوق شرعية لها ولزوجها وأولادها وعائلتها وبخاصة إذا أخذنا في الحسبان أن عقد الزواج في الإسلام عقد ديني مقدس يسمو بطبيعته الدينية وبأخلاقياته ومسؤولياته الإنسانية العليا على كل ما في العقود المدنية الأخرى من أبعاد قانونية ومادية لا تتسع بطبيعتها لمثل هذا السمو المرتبط بالحكمة الإلهية المتعالية ويكفي للتدليل على قدسية هذا العقد أن القرآن سماه ميثاقا غليظا تأخذه كل زوجة من زوجها وذلك في قوله تعالى وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضُ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ومعنى الميثاق الغليظ فيما يقول علماء التفسير أنه ميثاق حق الصحبة والاندماج الكامل روحاً وجسداً بين الزوجين وإذا كانت صحبة عشرين يوماً فيما يقولون تكاد تبلغ درجة القرابة فكيف بما يجري بين الزوجين من طول الاتحاد والامتزاج ومما يجب التنبه له ونحن بصدد تقرير قدسية ميثاق الزواج في الإسلام أنه ورد في القرآن الكريم من بين ثلاثة مواثيق وصفها الله بالغلظ هذا الميثاق الذي تأخذه الزوجة على زوجها كما هو مذكور في الآيات الكريمة والميثاق الذي أخذه الله على أنبيائه ورسله بإبلاغ رسالته والدعوة إلى دينه القيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ثم الميثاق الذي ضيعه بنو إسرائيل في قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ومما سبق تتضح لنا القيمة العظمى لحرمة العلاقة بين الزوجة وزوجها وأن القول بأن القرآن الكريم الذي ارتفع بهذا الرباط المقدس إلى هذا المستوى غير المسبوق وغير الملحوق أيضاً من مستويات الرفعة والسمو الخلقي والإنساني هذا القرآن لا يمكن أن يقال عنه إنه يسمح للزوج بضرب زوجته إهانة وإذلالاً ونزولاً بمنزلتها إلى منزلة السوائم والعجماوات اللهم إلا إذا كان المقصد هو تضليل المسلمين وصرفهم عن هذا النور الذي بين أيديهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه قوله تعالى واضربهن والذي لا يريد الكثيرون حتى من المنتمين إلى الإسلام أن يفهموه فضلاً عن أن يفقه معناه ومغزاه أما الأمر الثاني الذي ينبغي التوقف عنده في هذا الموضوع فهو أن النشوز كعقوبة ليس أمراً مباحاً بإطلاق كما يريد البعض أن يفهمه وهو وإن ورد بصيغة الأمر في الآية الكريمة في قوله تعالى واضربوهن إلا أن الأمر هنا ليس للوجوب ولا للسنية ولا للندب ولا للإباحة إباحة مطلقة وإنما هو لإباحة خاصة مقيدة بقيدين القيد الأول أن يفهم من كلمة واضربوهن معنى العلاج وليس معنى الإيذاء والإيلام القيد الثاني أن يلجأ إليه لتفادي الطلاق والانفصال وعلينا أن لا نغفل لحظة عن أن الضرب بمعنى العقاب أمر محظور في القرآن وفي السنة وفي سيرته صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر المسلمين بعشرة الأزواج بالمعروف وإمساكهن بإحسان أو تسريحهن بإحسان وأوامر أخرى يضيق المقام عن سردها وكلها يتنافر أشد التنافر مع القول بالنصيحة بضرب الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك أي لا يكره لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر وتقول عنه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله كما تدلنا سيرته العملية على أنه صلى الله عليه وسلم لم يلوث يديه الشريفتين بهذه الجريمة النقراء جريمة ضرب شريك الحياة وقسيم الآلام والآمال وذلك رغم ما كان يؤلمه بين حين وآخر من تصرفات بعض زوجاته رضي الله تعالى عنهن ومما لا تخلو من أمثالها أسرة من الأسر ولا بيت من البيوتات قديما أو حديثا لا في الشرق ولا في الغرب وجملة القول في هذا الأمر هو أن ضرب الزوجة الناشز ليس حكما عاما وإنما هو استثناء يلجأ إليه لجوء المضر إلى مكروه مؤلم يدفع عنه ما هو أشد كرها وأقسى ألما وهو في هذا الإطار يشبه رخصة أكل الميتة للمضر الأمر الثالث أن إباحة ضرب الزوجة الناشز إذا كانت استثناءا من أصل ممنوع فلا بد لهذه الإباحة من قيود إلا هذا لاستثناء وجودا وعدما من هذه القيود أن غير الناشز يحرب ضربها تحريما قاطعا مهما بلغ خلافها مع زوجها ما دام هذا الخلاف لم يبلغ درجة النشاز على الزوج والتحقير من شأنه ومنها أن عقوبة الناشز رخصة خاصة بالزوج فقط فالخاطب لا يجوز له ذلك وكذلك المطلق طلاقا بائنا ومنها أن تكون نية الزوج معقودة على رجاء الإصلاح فإن ضربها يائسا من إصلاحها أو ضائقا بها صدره حرم الضرب لأنه ينقلب حالة إذن إلى نوع من الإيذاء الممنوع ومنها استواء كل من الزوج والزوجة في وصف النشوز وفي مراحل علاجة ولهذا حديث آخر نتلوه على مسامعكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر